ايادت مجموعة من المشرعين البريطانيين اليوم تقارير تؤكد تعرض ناشطات معتقلات في المملكة العربية السعودية للتعذيب معتبرين ان المسئولية عما يحتمل ان يكون انتهاكا للقانون الدولي يمكن ان تقع على عاتق السلطات السعودية في اعلى مستوى واضح المشرعون الذين شكلوا لجنة مراجعة مع محامين بارزين ان السلطات السعودية انتهكت القانون الدولي ايضا من خلال احتجاز المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي وايضا حرمانهم من الحصول على المشورة القانونية نرحب معنا هنا في الاستوديو بالاستاذ فتحي المسعودي وعضو حزب العمال البريطاني استاذ فتحي مساء الخير مرحبا بك أسألك بداية عن الهيئة التشريعية هذه نفسها ما هي اهميتها وما مدى تمثيلها للطيف السياسي البريطاني أهل مساء من اخي بدر الدين هو حقيقة هذه اللجنة مهمة وهمة جدا حقيقة في هذا الموضوع وهي تشكلت في المدة الاخيرة قبل اشهر تقريبا وهذه اللجنة تتكون اساسا من اعضاف الاحزاب الرئيسية البريطانية حزب المحافظين والعمان والاحرار ويرأس هذه اللجنة شخصية معروفة جدا في بريطانيا وهذا شخص يسمى كريسبن بلونت وهو يعتبر الفتى المدلل للسعودية في بريطانيا وخاصة داخل البرلمان البريطانيا حيث انه كان دائما يدافع عن السعودية وخاصة فيما يتعلق ببيع السلاح البريطاني للسعودية وهو من حزب المحافظين وهو من حزب المحافظين طبعا وهو شخصية مهمة جدا وبالتالي هذه اللجنة مهمة جدا تكونت من كل الاحزاب الرئيسية والاساسية ولكن هذه اللجنة لم تهاجم في البداية وإنما طلبت من الحكومة السعودية بحكم أن الرئيسة كما ذكرنا بلونت هو صديق للسعودية وبالتالي لما طلبوا من السعودية أن تسمح لهم بزيارة السجينات والالتقاء أيضا بالحكومة السعودية رفضت الرياضة وعطوهم شهر تقريبا ولكن لم يأتي الرد وبالتالي أجبر على كده همية ما دعت إليه هذه الهيئة اليوم فيما يتعلق بالمعتقلات السياسية السعوديات في السعودية وهذا التقرير يؤكد ويجزم أن هؤلاء المعتقلات تعرضنا لمعاملة سيئة جدا تصل إلى حد التعذيب والتحرش الجنسي وهضم حقوقهم الإنسانية ويعني يتحدث كثير جدا هذا التقرير عن النوعية التعذيب الذي تعرضنا له وخاصة يقولون أن هؤلاء لم يعرضن حتى على بعضهن لم يعرضن حتى على المحاكم حقيقة ولم يسمح لهم بأن تكون لهم محامين يدافع عنهن هذه مسألة المسألة الثانية أنه هذا التقرير لما كتب هذا التقرير لم يبني رأيه أو آراءه على فقط ما أخذه من عائلات المعتقلات وإنما أيضا وهذا مهم جدا من تقارير دولية تقارير من منظمة العافة الدولية وهيومن رايت ووتش وأيضا تقارير التي أصدرتها وزارة الخارجية الأمريكية وأيضا تقارير من الأمم المتحدة فبالتالي هذا التقرير يظهر أنه جمع كل هذه التقارير التي أصدرت ووضحها في هذا التقرير طيب بمازل عن همية هذه اللجنة وما توصلت إليه وتوصياتها وهو مهم كما تغدلت قبل قليل هل يمكن البناء على ما توصلت إليه لإجراء تحقيقات دولية أو ربما محاكمة دولية للمتمرطين في انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية وهذا ما سعى إليه التقرير وهذا هو التوصيات التي ذكرت في آخر التقرير تقول أنه في آخر الأسبوع ربما سيذهب كريس بن بلونت رئيس اللجنة سيذهب إلى أمريكا وسيلتقي ربما بالأمين باللجنة الأممية الخاصة بحقوق الإنسان وسيقدم لهذا التقرير وسيؤكد على أنه يجب أن تفتح تحقيق فيما يتعلق بتعذيب السجينات في السعودية ويقول هذا التقرير أيضا أن هذه الجرائم المرتكبة في حق السجينات قد تصل إلى عقوبات قوية جدا وكبيرة تصل إلى حد جرائم دولية بمعنى أنه إذا تدخلت الأمن التحدى وفتحت هذا التقرير فبالتالي سينبغي على الحكومة السعودية أن تتعامل مع هذه اللجنة يعني أحبت ذلك أم كرهت ولكن هذا التقرير أكد على مسألة وأكد عليها عديد المرات وهي مسؤولية السلطة العليا في السعودية وعندما يقول السلطة العليا الجميع يعرف أنه المقصود به أنبياس كما يسمونه في الغرب اللي هو محمد بن سلمان لأنه التقرير يقول أنه كل من ساهم في تعذيب السجينات في السعودية سوف يعاقب ويعاقب أيضا المسؤولون على هؤلاء الذين ارتكبوا هذه الجرائم فبالتالي يقصد المسؤولون الكبار في أعلى السلطة وكرر هذه المسألة في التقرير أدت مرات طيب هو صحيح أن الرياض والسلطات السعودية رفضت أن تسمح لأعضاء هذه اللجنة أن يزوروا السعودية والسجون والسجنة في تلك السجون السعودية ولكن أسأل عن مدى الضغط الذي يشكله عمل هذه اللجنة وتوصياتها على السعودية ديبلوماسية هو أكيد لأن هذا من التوصيات التي ذكرها هذا التقرير يقول أنه سوف يلتقي كريسبين بلونت رئيس اللجنة وربما معه أيضا أعضاء آخرين في البرلمان بمسؤولين كبار في الحكومة البريطانية وخاصة المزير الخارجي البريطاني ومسؤول الشرق الأوسط في وزارة الخارجية وسيعطى لهم هذا التقرير وهي أصلا بريطانيا فيما يتعلق بقضية جمال خاشقجي كانت أخذت موقف من هذا الموضوع وطلبت من السعودية أن تفتح تحقيق وأن تعطي كل الحقاق فبالتالي هذا التحقيق زادت طينة بلة على الحكومة السعودية وعلى النظام السعودي وعلى محمد بن سلمان فبالتالي هذه اللجنة نعم هي لم تتحرك فقط على المستوى الدولي فيما يتعلق بالأم المتحدة لجنة حقوق الإنسان والمتحدة وإنما أيضا طلبت سوف تلتقي في آخر الأسبوع تقيبا بمسؤولين في الحكومة البريطانية وأيضا طالبت بكل الديمقراطيات في العالم بأن تتحرك ويعني تقوم بالضغط على الحكومة السعودية وعلى محمد بن سلمان بالذات بأن يسمح للجان بأن تأتي للسعودية وتلتقي بالسجينات وتتعرف على أوضاعهن أكثر ويعني هذا أمر مهم جدا لأن المسألة لم تنتهي فقط في البرلمان البريطاني وإنما يظهر أن هذه اللجنة وخاصة هذا الرئيسة الذي هو الفتى المدلل للسعودية ظهر أنه غارب من السعودية وكأنه حس وشعر أن السعودية قد خانته يعني أنا صديقكم ولكن رفضتم أن تسمحوا لي بزيارة السعودية لألتقي بكم كم مسؤولين ولكن رفضوا ذلك فبالتالي السعودية وضعت نفسها في موضع حقيقة سيئ جدا شكرا جزيلا لك أستاذ فتحي المسعودي وعضو حزب العمال البريطاني